أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر أولت اهتماما كبيرا لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القرية وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة السلاثية الكوميسة ومجموعة التنمية لمنطقة جنوب إفريقيا السادك وشرق إفريقيا وخلال كلمتها أكد الرئيس السيسي أن جهود مصر خلال عامين أصفرت عن زيادة حركة الصادرات البينية بين دول الكوميسة لتصل إلى 13 مليار دولار أولت مصر اهتماما كبيرا لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القرية وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة السلاثية بين تجمعات الكوميسة والسادك وشرق إفريقيا عبر إجراءات محددة لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمهورية وتأثير حركة التبادل التجاري فيما بينها حيث أصفرت تلك الجهود عن زيادة الصادرات البينية لدول الكوميسة لتصل إلى 13 مليار دولار عام 2022 وهي القيمة الأعلى منذ شهر منطقة التجارة الحرة في إطار التجمع عام 2000 بجارب ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسة في ذات العام إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر الكوميسة ليصل إلى 4.3 مليار دولار وفي ذات السياق قدمت مصر مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي في إطار استراتيجية التصنيع والتي تهدف إلى تعميخ الانتاج الصناعي من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية وفقاً للميزة التنافسية للدول وأود في هذا الصدد تثمين دور وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسة التي تصدفها مصر لجذب الاستثمارات إلى دول التجمع مع ضرورة الاستمرار في الجهود الجارية لتوجيه تلك الاستثمارات إلى القطاع الصناعي اشتركوا في القناة